اهلا بحضراتكم امبارح كان فيه نشاط مكثف لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القيمة العالمية للحكومات في دبي سيادته شارك في الجلسة العامة وقال مجموعة من الرسائل الخاصة بالتجربة المصرية في ملفات الاصلاح الاقتصادي وملف الاصلاح الاداري في كل القطاعات كمان اكد على تقدير مصر لدعم الاشقاء الامارات والسعودية والكويتي مصر صحيح كمان ايضا شارك سيادته في جلسة تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السياد المصري كما شارك ايضا في جلسة وصفت بيئة المائدة المستديرة للشركات المليارية وده موضوع مهم جدا لان الشركات المليارية دي بتعتبر شركات نشئة سريعة النمو وادرت ان هي تتخطى قيمة المليار الدولار في فترة زمنية قصيرة جدا والعالم كله بكل قطاعاته الحكومية والاقتصادية مهتم جدا بهذه الشركات المليارية وبيشجع ايضا مفهوم ريادة الاعمال خلينا نتكلم على كل التفاصيل دي لماذا ذهب الرئيس السيسي لقيمة الحكومات ما هي ابرز النتائج ما هي ابرز الرسائل التي ظهرت في كلمة السيد الرئيس في قيمة الحكومات في دبي الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير جارة الاهرام منور النهاردة في السيديو صباح الخير لانقاء الضوء على كل هذه الزوايا صباح الخير وستهلا بحضرتك بداية مصطفى كان لسه بيقول لماذا ذهب الرئيس السيسي لهذه القيمة هو طبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الامارات وحضور وهذه القيمة طبعا كضيف شرف للقيمة احنا شفنا الرئيس الدولة المصرية لها تجربة تجربة يعني مش في الاقليم هنا او في المنطقة هي على مستوى العالم تجربة في اعادة بناء الدولة مرة اخرى يعني احنا لو لو تبعنا كلمة الرئيس مبارح ولقاء الرئيس وهو بيتحدث هنجد ان احنا ان ما كانش فيه دولة يعني كان الرئيس دايما بيصف عندما في عام 2014 ان مصر كانت شبه دولة بالفعل مصر كانت شبه دولة وكانت تأثرت بشكل كبير باحداث 2011 والاستنزاف لاحتياط النقد المصري والاستنزاف للثروات المصرية بشكل كبير جدا وطبعا ده ناهيك عن الارهاب الدخل الى الاراضي المصرية فكانت فعلا في مصر في حالة من الفوضى وحالة من الازمة وحالة اقتصادية صعبة جدا لكن قدرت التجربة المصرية انها على نفس الوقت باعادة البناء طبعا فيه كان فيه استراتيجية واضحة وضعت في عام 2014 لاعادة بناء الدولة الاستراتيجية دي كانت بعيدة المدى الوصول الى هدف معين ان في خلال عدد سنوات معين هيحصل تطوير وتحديث وخاصة في القطاعات الهامة جدا زي ما تحدث الرئيس مبارح وقال زي قطاع الكهرباء لان كانت مصر بتعاني من القطاع الكهرباء لفترات طويلة وان الشعب المصري لن يستطيع التحمل اكتر في كده ما فيش رسالة اظن اقوى من قصة ان هو يتكلم عن انقطاع الكهرباء ويقول في نفس القمة ان مصر جاهزة للربط الكهربائي مع دول الجوار في نفس الجلسة يعني هو تحدث عن الازمة وثم تحدث مش ان هو حلها تحدث ان هو يعني بيصدر بيصدر ما هو دي بقى هنا الاستراتيجية بعيدة المدى اللي بتكلم عليها حضرتك ان كان ما كانش فيه كهرباء قدر في خلال سنة انه يعيد منظومة الكهرباء داخل الدولة المصرية من خلال الشبكات وبالتعاون مع الشركات الاجنبية وان احنا نوصل في الوقت الحالي ان احنا وبعندنا فائد فيه الكهرباء ونقدر نصدرها للدول الاخرى من خلال الربط الكهربائي كانت مصر ايضا عندها ازمة كبيرة جدا على مستوى الغاز مثلا فكان هناك استراتيجية واضحة ان احنا نعرف ابعاد القصة ايه ونعرف ان احنا لازم نعمل ترسيم للحدود مع الدول فالمتوسط زي قبرس واليونان ان احنا نعمل معهم ترسيم حدود من اجل طبعا بداية التنقيب لانك مش تقدر تنقب عن الغاز الا لو كان فيه ترسيم للحدود ويظهر عندك حقل الظهر فيبع عندك اكتفاء زي بدل ما انت كنت بتستورد اربع شهنان سنويا عشان تقدر تكفي الدولة انت دلوقتي ابتديت بقى عندك كفيت في الداخل وبتخلي الغاز ده يعمل كهرباء وتخلي الكهرباء تصدر وبتصدر الغاز خلينا نقول ان ايضا خلال مشاركة السيد رئيس عبدالفتاح السيسي يوم امس في القمة العلمية للحكومات اللي انعقدت في دبي سمى نسيادته الدعم على الاماراتي والسعودي والكويتي للجنب المصري قال ان هذا الدعم ساعد كثيرا في مواجهة كافة التحديات انبريحة الرئيس كمان صرح وقال لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع تواصل اجتماعي المغردة ان تؤثر على الاخوة التي بيننا سيادة تؤكد على ان العمل والتضحية وعوامل هي تعتبر عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتمعات وطيب خلونا نسمع كده كلام سيادة الرئيس ونرجع تاني نكمل كلام اسمع الاحتياطي اللي كان موجوده كان تحدي اخر في الوقت دوت بعد الحالة اللي حصلت في 2011 لغاية 2013 خلاص كان بيستهلك كله في انك انت بجيب فيه المواد البترولية وخلص خلص بقى فضل يعني مبلغ ما يعملش حاجة مع السلع اللي بتجيبه مع ده يعني خلاص حتى اللي كان موجود ممكن ينفع قبل الثورة قبل 2011 مبقاش موجود اذا اللي انا بأكده هنا ان لو لا وقوف الاشقاء في الامارات في السعودية في الكويت اللي انا بتكلم عليه لو لا ما كانتش مصر واقفت تاني فا البعض فخامت الرئيس يعني فككك في العلاقة بين القاهرة وبعض العواصم الغليجية يا اسمع يا فصل خلينا اكلم title فضل فضل فخامت الرئيس خلينا اوجه لك شكر تاني وتالت ورابع وما تسمحوش ما تسمحوش للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة أنها تؤثر على الأخوة اللي بيننا بيننا كلنا أبدا إحنا كان فيه من ضمن الكتاب كان يقول لي عايزين نشيل من القموس العربي كلمة الأشقاء العرب وأنا بقول له ربنا بيقول إنما المؤمنون إخوة فإحنا إخوة فدي كانت أول نقطة مضيئة كل التقدير وكل الاحترام لكل من ساهم وساعد مش بس مصر أي دولة عربية أخرى النقطة الثانية هنسقف لو سمحتوا هنسقف ها طبعا يا ربي يديب عليكم الستر والأمان والسلام والنعمة اللهم أمين اللهم أمين النقطة الثانية كانت الحقيقة لازم أقولها هنا هي كل الناس كانت خايفة أن المصريين ما يستحملوش في إسر ما يستحملوش الضغط ده لا يستحملو رهان كبير على الشعب المصري نعم وأنا كان عندي يعني كان عندي ثقة أنه هو هيكون قدر المسئولية وقدر الحمل الكبير ده أقصد أقولك أن حتى في الظروف اللي احنا موجودين فيه هدية فيه تضخم ضخم جدا في مصر وفي كتير العالم كله كازمة أقصدية بتمر بالعالم كله لكن المصريين تحملوا ويتحملوا الظروف دي وده أمر أيضا النقطة المضيئة التانية ثم بقى جهدهم في العمل اللي تم خلال الحداشر سنة دول أو العشر سنين دول وإن شاء الله الفترة القادمة شفنا تابعنا مع بعض إزاي كان الرئيس السيسي حريس على أن هو يجدد التلاحم ويوضح دور دعم الأشقاء العرب سواء بقى السعودية والإمارات والكويت في محاربة الإرهاب وفكرة تأكيد على دور الإمارات العربية في الفترة اللي فاتت إزاي شفنا حرص الرئيس على هذا الأكيد هو طبعا لازم نعرف حاجة أن الرئيس دائما عندما يتحدث يعيد الفضل إلى أصحابه ودي حاجة يعني مهمة جدا ووضحة جدا ودايما الرئيس منذ 2014 لغاية دلوقتي هو دائما ما يؤكد على أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت هم اللي وقفوا جنب مصر لأنها تعيد البناء مرة أخرى لأن زي ما احنا اتكلمنا أن الدولة كانت منهارة مبارح الرئيس طبعا شرح حاجات كتير وتكلم على العلاقات المصرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وأنه شرح كمان أن الشيخ محمد بن زايد لما جيه مصر وكان يعلم جيدا الأزمات اللي فيها مصر وخاصة في مواد الطاقة وابتدت المراكب تتحرك من البحر الأحمر والبحر المتوسط وأنها تصل إلى مصر عشان دعم الدولة المصرية بالوقود طبعا ده شيء مهم أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة أن مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت والعديد من دول الخليج هي القوة الفعلة في المنطقة التواحد بينهم وبين بعض يستطيع لن يستطيع يعني مع التواحد بينهم وبين بعض لن تستطيع أي دولة أو أي قوة إن كانت أن تهز المنطقة أو تحدث أزامات في المنطقة في الوقت الحالي طبعا هناك العديد من القوة الشر المتواجدة في الخارج وليها أهداف كبيرة جدا أنها تعمل انشقاق في الصف العربي هو ده اللي أنا عايز أسأل حالك فيه يعني كيف قطع الرئيس السيسي الطريق على هذه الأقلام المغرضة حالك أكيد تابعت ما قيل وإحنا طبعا بنسمى دور كل الأشقاء ولكن أن يذكر الرئيس الدور السعودي في البداية وأن يذكره الدور الكويتي وأن يذكره الدور الإماراتي رسائل مهمة تقطع الطريق على كل الرسائل السلبية هو عندما يتحدث الرئيس طبعا بيضحط كل الأكاذيب وكل الشائعات وكل الأقلام الفاسدة الهدف منها تخريب المنطقة بشكل كبير هم لم يستطيعوا تخريب المنطقة عن طريق التنظيمات الإرهابية اللي كانت موجودة والرئيس زكارها مبارح وقال إن الإرهاب أصبح تاريخ فهم في الوقت الحالي بيسعوا أن هم يحدثوا انشقاق بين مصر والدول العربية ولكن عندما يتحدث الرئيس بيضحط كل هذه الأكاذيب مصر تديم بالفضل للمملكة العربية السعودية مصر تديم بالفضل لدولة الإمارات العربية المتحدة وللكويت وهذا الكلام من لسان رئيس الجمهورية الرجل عندما زي ما بقول لحضرتك يتحدث فهو يسق في دولته يسق في علاقاته بدول أخرى ويعطي دائما الفضل إلى أصحابه تديم بالود وتديم بالمشاعر الطيبة وتديم بالتعاون المستمر المتبادل بين القوى المختلفة الموجودة في المنطقة وكان لفت للنظر كمان استخدام الرئيس يعني مصطلحات زي التجربة المصرية الخصوصية اللي استخدم فيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمفردات كانت واضحة جدا ومحددة جدا أثناء حديثه اللي كان فيه عدد كبير جدا من الإماراتيين الرئيس يتحدث عن حاجات كثير جدا وبمصطلحاته الخاصة جدا في ضل هذا التواجد إزاي حالك شوفت هو طبعا كان الحديث بسيط والحديث من القلب ولكن شرح التجربة المصرية من عام 2014 لغاية دلوقتي والتحديات اللي كانت قبلها وما حدث في 2011 والأزمات الاقتصادية اللي مرت بها مصر فكان شرح مبسط شرح وافي عفوي بسيط وفي يعني كل كلمة لها هدف وكل كلمة محسوبة ولو شفنا هتلاقي الرئيس ميشي بتسلسل مهم جدا وتسلسل واضح جدا لأنه يقدر يوصل أن الدولة ما كانش فيه دولة إلى أن احنا دلوقتي التجربة المصرية هي أصبحت تجربة فريدة وزي ما تكلمنا في موضوع الغاز الطبيعي وزي ما تكلمنا في موضوع الكهرباء في المدن الزكية الجديدة اللي تحدث عنها الرئيس فلسفة العاصمة الإدارية الجديدة وأن هي تخرج خارج العاصمة أو المحافظات اللي هي متكدسة بالمواطنين فنحن نخرج خارج المحافظة ونبتدي نعمل عاصمة جديدة تستوعب عدد كبير من الموظفين وأنك تقدر توزع السكان بشكل كبير فيه أربعة وعشر دي نقطة مهمة جداً يؤسس جميلة يعني خلينا نتكلم بقى في النتائج يعني احنا استردنا ما قاله الرئيس السيسي خلينا بقى إيه؟ الحصاد قصة استدامة المدن العالمية وما تحدث عنه الرئيس السيسي كيف تستفيد مصر من هذه القمة أفضل استفادة؟ كيف يعني ندخل إلى عالم حوكمة الشركات الحكومية وحوكمة المؤسسات الحكومية بشكل ذكي مثل ما تفعل أمارة مرتلها تجربة رائدة والكل يتحدث عن العالم نفسه يعني بيشيد بالتجربة الأمارتية زينا التجربة دي بشكل كبير ونحن ننشئ مدن ذكية الآن عندنا 24 مدينة بتنشئ من العدم هو أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة أن هذه القمة قمة مهمة جداً والقمة دي هيبقى فيها تبادل للخدرات كبيرة جداً بين الحكومات المصرية والحكومات المشاركة في 150 دولة مشاركة ففي تجارب كبيرة يجب أن يتم نقلها من هذه الحكومات إلى أن مصر تقدر تستفيد بشكل كبير من التجارب الحكومية وخاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لها تجربة فعلاً بيشيد بها العالم كله لدولة الإمارات الحوكمة داخل الدولة عندنا على الناحية التانية برضو أن مصر لقاء الرئيس مع العديد من رجال الأعمال والمستثمرين على هامش القمة ده شيء مهم جداً لأن مصر في الوقت الحالي أصبحت دولة جاذبة للاستثمار جاذبة للاستثمار لأن عندك بنية تحتية أساسية قوية خلال الثامن سنوات اللي فاتي دي قدرت الدولة أنها تبني بنية تحتية قوية جاذبة للاستثمار داخل الدولة بجانب أن الاستثمار داخل مصر في الوقت الحالي هو استثمار آمن فيه مجالات عديدة جداً بيطرحها الرئيس في لقاءاته مع المستثمرين مش في القمة دي فقط ولكن على مستوى العالم في لقاءاته في زياراته الخارجية على مستوى العالم هتجد أن الرئيس بيلتقي برجال الأعمال والمستثمرين لأن فيه استثمارات عديدة في مصر من خلال مشاريع مثلا البناء من خلال مشاريع اللوجستية من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة منطقة منطقة قناة السويس الجديدة منطقة الاقتصادية في قناة السويس الهايدروجين الأخضر إذا فيه العديد من المشروعات المصرية في الوقت الحالي أو إنها تقدر تنفذ داخل الدولة المصرية وتجذب العديد من استثمارات. خلي بقى لحضرتك إن إحنا العالم كله يمر في الوقت الحالي بأزمة اقتصادية كبيرة جداً جراء الحرب الروسية الأوكرانية. لكن بعد هذه الحرب أعتقد إن الاستثمارات ستزيد داخل مصر وإن العديد من رجال الأعمال والشركات القطاع الخاص العالمية. أعتقد إن هي هتبتدي إنها تشوف المناطق الواعدة والدول اللي يبقى فيها الاستثمارات كبيرة أو حجم الاستثمارات فيها يبقى قوي. وهتبتدي تستثمر فيها. فأعتقد إن مصر من الدولة الرائدة في هذا المجال نظراً للإمكانيات اللي موجودة داخلها زي ما قلنا البنية التحتية نظراً أيضاً لموقع مصر الاستراتيجي على مستوى العالم ككل نظراً أيضاً للتسهيلات اللي بيتحدث دائماً عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي. التسهيلات التي ستقدمها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب اللي هيجوا داخل الدولة. إذن هناك مناخ استثماري قوي داخل الدولة. هناك دولة أصبحت دولة آمنة في الوقت الحالي. نظراً إن مصر تجربتها حتى في مكافحة الإرهاب كانت تجربة فريدة كمان. إن أنت قدر تقضي على التنظيمات والجامعات الإرهابية في زمن قياسي. خلي بالحضرتك في دول كتيرة دخلت في سكة الإرهاب. لسه ما خرجتش لغاية دلوقتي ومش معروف هتخرج إمتى. خلينا نقول إن الإدارة المصرية عرفت تستغل وبمنتهى القدرة على استغلال الموارد. الموارد واحدة من أهم ثروات مصر وهي قوتها البشرية والعنصر البشري المتميز جداً اللي بيتميز بيء المصريين. ويمكن ده شفناه بعدها في مواجهة المشاكل اللي كانت موجودة في الجهاز الإداري للدولة. لما نعيد الحيكلة بشكل مختلف. ونعيد تدريب الناس العاملين بيها بحيث إنه يطلع شكل مختلف قابل وجاذب كمان للاستثمار. ده سيادة رئيس الكلمة عنه. هو طبعاً إعادة تأهيل العاملين وإعادة تأهيل الموظفين داخل أجهزة الدولة المختلفة. ده شيء مهم. وأعتقد أن الدولة تسير بخطوات سريعة في هذا الإطار من أجل إنها تواكب ما يحدث على مستوى العالم إنها دولة إن إحنا ما يبقاش فيه تأخير في الاستخراج الأوراق من خلال الحوكمة. من خلال المنصات الرقمية اللي بدأت فيها الوقت الحالي. كل دي لها وقت. وبتأخذ وقتها من خلال التدريب. وإحنا شفنا أغلب في الوقت الحالي هنلاقي أغلب الأعمال الحكومية داخل الدولة المصرية. دلوقتي على المنصات يعني تقدر أن تتخلصها من خلال المنصات. لكن هناك أيضاً عمليات التدريب. وهناك عمليات التحديث لمواكبة المنصات دي في قوة بشري بتشغلها. والمنصات دي قوة بشري تانية بتستخدمها. ففي تأهيل ما أنا بقول لحضرتك التأهيل بالزبط. الاستثمار في البشر. والرئيس مبارح قال جملة مهمة جداً. أن التجربة المصرية دي ما كانتش هتنجح إلا بالمواطن المصري اللي قدر أنه يتحمل الضغوط اللي مرت عليه خلال السنوات الماضية. وأنه هو يوقف بجانب دولته. وأنه فيه ثقة أصبحت الثقة قوية جداً بين القيادة وبين المواطن المصري وده من النقطة المهمة جداً نتحدث عنها فعلاً لأن الشعب المصري ويف جنب دولته. والشعب المصري قدر أنه هو أيضاً يساند القيادة السياسية من أجل عمليات التطوير وعمليات التحديث اللي بتحدث داخل الدولة المصري. وجود وفد مصري رفيع المستوى مع رئيس السيسي في هذه القمة اللي بتعتبر مصر فيها ضيف شرف. وده أكبر وفد مصري يسر لقمة الحكومات في دبي منذ إنشاءها عام 2013. وأعتقد دي فرصة بس مش للرئيس السيسي. دي فرصة لكل شخص في هذه القمة. يعني وزير الاتصالات لما يكون في قمة الحكومات أعتقد أنه هو هو يجيب لنا شغل وزير الاستثمار هيجيب لنا شغل وزير الصناعة هيجيب لنا شغل بتراهن عالمياً وشايف إيه؟ هو أنا شايف زي ما بقول لحضرتك زي ما حضرتك قلت الاستثمارات الوافد المصري ككل. الوافد المصري لما بيقعد يتكلم والرئيس بيتكلم أعتقد أن هناك بنفتح مجال الاستثمارات الكبيرة. طبعا في مجال الاتصالات ده طبعا فيه استثمارات كبيرة في مجال الاتصالات وأعتقد أن يعني ممكن الربط مع العديد من دول المنطقة أو التعاوم أو جذب استثمارات في هذا المجال. في مجال زي ما بقول لحضرتك الطاقة الجديدة والمتجددة. يعني مصر أصبحت في الوقت الحالي من الدول الرائدة في هذا المجال. في المنطقة. من خلال طبعا الطاقة الشمسية. طاقة الرياح. احنا شايفين الهايدروجين الأخضر. الاتجاه أيضا إلى الاقتصاد الأخضر داخل الدولة. وده شيء مهم جدا. وده اللي نتج عليه أن احنا مصر قدرت أنها تنظم كوب 27 قيمة المناخ. وأنها تطرح. تطرح خبراتها وتطرح أفكارها بشكل كبير. إذن دي نقطة مهمة جدا. الطاقة الجديدة والمتجددة. المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. المناطق اللوجستية المتواجدة في الوقت الحالي. عرض كل ده في وجود أكتر من 20 رئيس دولة. 150 حكومة. 10 تلاف رجل أعمال أو يزيد. كل ده حينعكس إن شاء الله قريبا وسريعا على الاقتصاد المصري عن طريق بقى جذب استثمارات سريعة. وبعد عرض تجربة إن إحنا عندنا الأمور يعني إن شاء الله محلولة تماما وجاذبين للاستثمار. أعتقد إن ده ممكن يخلي ناس تيجي وسريعا وتضخ أموالها. وما هو بالطبع. وهم آمنين ومتطمنين. ما أنا بقول لحضرتك بالطبع. طبعا أنت عندك البنية التحتية القوية. عندك المناطق القادرة على استيعاب أكبر عدد من المستثمارين. يعني في الوقت الحالي الدولة عندها قدرة على استيعاب عدد كبير جدا من المستثمارين في كافة المجالات وفي كافة المحافظات الجمهورية لو شفنا. إذن بعد هذه اللقاءات وإن الرئيس مبارح يعرض هذه الرؤية أو التجربة المصرية الفريدة. أنا ورغم الظروف العالمية القاسية من أزمة كورونا ثم بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن الدولة مستمرة في البناء. يعني حتى في وقت الأزمة. وممكن أعطعك أستاذ جميل وأخذ من كلامك وأقول إن حركة لسا بتقول الاستثمارات إحنا مستعدين لها في مختلف المحافظات. فكرة خطة التنمية لمختلف المحافظات إن إحنا مش بس بيحصل تنمية في العاصمة. إحنا كل الدولة مع بعض. بتقوم مع بعض. وبيحصل تنمية فيها. فكرة إنه الجميع مستعد ومختلف الأمام المستعدة. هو بالطبع إحنا العمل دلوقتي في كل المحافظات إحنا شفنا في الصعيد. المشروعات القومية اللي تمت في الصعيد. إحنا شفنا في المناطق الوجه بحري. في كل محافظات الجمهورية فيها 24 مدينة زكية جديدة. الرئيس تحدث عنها. نعم. إذن إحنا ما بنتكلمش على منطقة القاهرة فقط أو المحافظات الكبرى فقط. لا إحنا بنتكلم على محافظات في مدن جديدة. في أراضي الزراعية أو المساحة الخضرة لمصر زادت بشكل كبير من خلال طبعا مشروع توشكا من خلال المشروع مستقبل مصر. الدلتا الجديدة. كل دي مشروعات كبيرة المزارع السماكية. إحنا بنتكلم على التطوير ورؤية استراتيجية كانت واضحة وموضوعة من عام 2014. وبنجني يثمرها في الوقت الحالي. وفي الوقت الحالي أصبحت هذه المشروعات والاستراتيجية الواضحة اللي تم وضعها هي تجذب جاذبة للإستثمار. جاذبة لرجال الأعمال الشركات الخاصة الأجنبية جاذبة أيضا للدول. إنها تبدأ تستثمر في مصر. مصر تمتلك كل مقاومات الاستثمار في مجال السياحة. في مجال الصناعة. في مجال الزراعة. في مجال التكنولوجيا. الطاقة الجديدة والمتجددة. في كل المجالات مصر في الوقت الحالي أصبحت جاهزة لاستقبال كل الشركات وكل الدول اللي عايزة تستثمر في الداخل. كان كل ده ممكن يحصل من غير كلمة الأمن والأمان اللي الرئيس قالها. لا طبعا. ربنا يديم عليكم نعمة الأمن والأمان. طبعا. والرئيس يعني يأكد على هذه النقطة. ربنا يديم عليكم نعمة الأمن والأمان. لأن لو ما كانش فيه أمن وأمان ما كانش هيبقى فيه تطوير. وخلي بال حضرتك. الاستراتيجية اللي وضعت دي استراتيجية حكيمة. بمعنى إيه؟ إنه ابتدى يتعامل مع الإرهاب وفي نفس الوقت بيبني. هو بيحارب الإرهاب في سينة وبيبني في سينة برضو. لا لا هو مش بقراللز أو متواجد يعني. وكان يعني والرئيس دايما تحدث فيها وتكلم فيها إن كان ممكن يتقال إن أنا هوجه العمل بتاعي كله لمكافحة ومواجهة التنظيمات الإرهابية. وبعد كده أبتدي أبني الدولة. لا هو تعامل بشكل. هو كافح الإرهاب ببناء الدولة. ببناء الدولة. وخلي بال حضرتك كمان إن كان التعامل مع الإرهاب في سينة وكان على الجانب الآخر بتقام المشروعات داخل أراضي سينة. وبإنشاء مدن جديدة وتنمية وتطوير وتحديث اللي موجود. وإنشاء مصنع على الرغم من مكافحة التنظيمات والجامعات الإرهابية اللي كانت عابرة للحدود. وقدرنا الدولة المصرية قدرت إن هي تتعامل معاها بشكل احترافي. ومش بشكل احترافي. ومش بشكل احترافي. تقدر تتكافح الإرهاب نيابة على العالم. يعني مفيش أي دولة في العالم قادرة على مواجهة التنظيمات الإرهابية. زي ما مصر قدرت تقاومها وتقاومها. وفي وسط أماكن سكنية. يعني كان التعامل كان بمشرة جراح. إن انت تقدر ازاي تطلع الإرهابيين وتتعامل معاهم. وتبتدي للمواطنين تقدر إن انت تنمي أماكنهم وتحافظ عليهم. وتقدر إن انت مش تحافظ عليهم وبس لا. وتطور وتحدث الأماكن اللي هم موجودين فيها. عادة عند القيادة السياسية المصرية وهي إبراز الدور المصري دائما وأبدا بمنتهى السلاسة وبمنتهى التواضع. وفي نقاط محددة سريعة الوصول لمن يتلقاها دائما. إحنا ساعدنا جدا بوجود حضرتك معنا الكتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مزير تحرير الأهرام. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. شكرا يا أهلا بحضرتك.